اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب اكد ان المنتخبات الوطنية البحرينية باتت تتواجد في اكبر المحافلة الدولية وذلك عطفا على التطور الكبير الذي تشهده رياضة البحرينية بفضل الرعاية الفائقة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح لسموه بمناسبة تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عام لبطولة العالم والتي ستقام في جمهوريتي ايطاليا وبلغاريا نرفع اسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى المحفل العالمي الكبير وهذا التأهل هو نتاج واضح لدعم جلالته للرياضة البحرينية والتي حققت في عهد جلالته الزاهر العديد من الإنجازات الرائدة على مختلف الأصعدة وسط الاهتمام المباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وحرص سموه على الوقوف إلى جانب المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقد جاء تأهل المنتخب الوطني تحت 21 عام للمحفل العالمي عن جدارة واستحقاق وذلك بعد أن تمكن المنتخب من تحقيق مركز متقدم في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة وذلك عطفا على النتائج والمستويات التي قدمها المنتخب الوطني في بطولة العالم للكرة الطائرة والتي استطافتها مملكة البحرين عام 2019 وظهر في المنتخب الوطني بمظهر متميز من الناحيات الفنية وحقق فيها نتائج ملموسة ساهمت في تحقيقه لمركز متقدم في التصنيف العالمي وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن يعتبر المنتخب الوطني تحت 21 عاما أمل المستقبل لرياضة الكرة الطائرة كما أن لعبوه يمثلون نواتا للمنتخب الأول وعلينا جميعا أن نقدر عاليا الجهود التي بذلها اللاعبون في مباريات البطولة أي البطولة العالمية وإصرارهم على تقديم أفضل مستوياتهم لضمان الحصول على مركز متقدم في التصنيف الدولي للوصول إلى نهائيات كأس العالم وبكل تأكيد أمام المنتخب الوطني عمل كبير ومهم جدا وفي مواصلة التحضير والإعداد إلى البطولة العالمية بصورة متميزة تضمن له الظهور المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية وأشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الطيبة التي بذلها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ عالي بن محمد آل خليفة في تهيئة الأجواء المثالية أمام المنتخب للظهور بهذا المستوى المتميز وضمان التواجد في المحفل العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر